أسلم عدي في الجولة الأولى من الأسئلة والحوارات أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله أسلم وحسن إسلامه يعني مو فقط مسلم كانوا بعض الناس يصيرون مسلمين ولكن ما إلى دور في الإسلام ما يود أخلاق الرذائل السابقة مرة واحد إلى دور في الإسلام شخصية محترمة أخلاقيا في الحرب شجاع في السلم شريف شهم ابن حاتم الطائي أسلم وحسن إسلامه على أثر شنو؟ احترام النبي لأخته إجا هذا سأل شعر بأنه أكو أمان يسأل من النبي ما أحد يقول له ها أنت مشرك تعال قلي أكمشك أذبك بالسجن لا أسلم وحسن إسلامه كان له دور فاعل لأنه شريف متربي في بيت تربية جيدة أسرة طيبة وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله لما انقسم المسلمون إلى قسمين للأسف كان عدي مع أهل البيت عليهم السلام ما رح مع السيل الجارف يبايع أي واحد لا سامع محاضرات النبي يدري الإمام علي هو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وبعد خمسة وعشرين سنة لما رجع الناس وبايعوا الإمام علي مرة أخرى بالخلافة وجاءت القدرة بيد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الحروب التي حصلت حرب البصرة وحرب صفين وحرب النهروان كان عدي مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكان مع جيش الإمام علي ثلاثة أولاد عدي وهذول الأولاد الثلاثة كل واحد منهم كان الحرف الأول من اسمه حرف الطاء طارف وطريف وطرفة هؤلاء قتلوا في حرب صفين وجريمة قتلهم مكتوب في ملف معاوية ترجمة نانسي قنقر